لا تزال العملية السياسية في العراق حبيسة صراعاتها التي تستوجب عليها استحضر الخطاب الطائفي تارا والإقصاء السياسي مرات عديدة آخر هذه التصريحات هو مقاله العامير زعيم ميليشيا بدر الذي لوح باللجوء إلى السلاح للحفاظ على مكتسباتهم وغنائمهم والتي حققوها بفعل غزو العراق بحثنا الحمد لله يدنا على زناد وعلى زنة وإن شاء الله وإذا يريد جرب ونحظهم خلي جربوان أهلا وسهلا ومرحبا بهم وسنكون قاسين هذه المرة معهم لفكر بالعودة إلى الوراء خلياكذ هذا التفكير إلى القبر ليست المشكلة حاليا كما يرى العراقيون بالعودة إلى الوراء بل بالأحزاب السياسية التي عملت تحت شعارات ترسيخ الديمقراطية بإصدار قانون اشتثاث البعث والمادة أربع إرهاب والتلويح بها ضد كل من يخالفها ورغم اشتثات البعث قبل تسعة عشر عاما إلا أن ذات الخطابات لا تزال متواترة على لسان زعماء الأحزاب والميليشيات خطابات وقمع تظاهرات وضعت العراق في مراتب متأخرة على مؤشر الحريات في ظل تحكم الأحزاب والميليشيات بالمشهد السياسي بالبلاد وليس العميري مثالا حصريا هنا حيث سبقه إليها المالكي صاحب العبارة الشهيرة ما ننطيها هذا الواقع من الاستئثار بالسلطة راستخذ عائمه بحسب مراقبين الدعم الأمريكي والأممي المتواصل للعمليات السياسية رغم علمهم المسبق بالفشل والفساد المستشري بالعملية السياسية والنتيجة كما يشير معهد واشنطن للدراسات دولة تتهاوى حيث ما زالت الأحزاب تتنافس في كل انتخابات ولكن على أساس الاتفاق بتقاسم المغانم والتوافق فيما بينها على توزيع المناصب حسب المحاصصة الحزبية كل ذلك بغض النظر عن الأداء الانتخابي والفوز أو الخسارة تحت شعار حكومة توافقية ولم يجد العراقيون حتى اليوم مفهوم المعارضة السياسية الحقيقية حيث تعمل هذه الأحزاب معا تحت مبدأ التخادم وتبادل المصالح لا غير